الأهل القمة اسم على مسمى والحقيقة اسم على مسمى فعلاً لأنه لما تشوفوا حجم الحب للنادي الأهلي والناس اللي جاية من كل الإمارات المختلفة اللي جاي من العين واللي جاي من دبي واللي جاي من الفجيرة واللي جاي من رأس الخيمة واللي جاي من سلطنة عمان واللي جاي من الكويت واللي جاي من السعودية كله جاي على بوظب علشان يكون مع الأهلي ده اللي يخليك تشعر إنه الأهل يا جماعة في عمق الوجدان الجماهيري حاجة تانية قيمة التفاعل والتأدير للنادي الأهلي عالميا وخارجيا حاجة تالتة أهمية الأهلي كواحد من أهم مكونات القوى النعمة المصرية حاجة مهمة جدا الارتباط العربي اللي الأهلي عملوا مع كل الأشقاء العرب في شعبيته دي قيمة مضافة جدا وعلى ذكر الهلال وتأديرنا الكبير للهلال وقيمة الهلال في لقطة يمكن راجط على السوشيال ميديا شوية كابتن خطيب أثناء المباراة قاموا عمل كده فاتفسرت اهيه اتفسرت انه الكابتن الخطيب بيقول للعيبة لا كفاية كده النتيجة توقف عند أربعة ما تجيبوش رجوان تاني على السوشيال ميديا تفسرت دي كده لكن هي الحقيقة ايه طبعا دي كورة مفيش حد يقدر يقول للعيبة كفاية أربعة أو كفاية خمسة أو لا دي كورة الأساس فيها احترام المنافس الأداء الرياضي المحترم اللي لا فيه تعالي ولا إساءة ولا إهانة ولا تقليل من شأن المنافس لكن اللقطة دي اللي كابتن الخطيب بيعمل كده قصتها ايه وسرها ايه بقول لكم انه مع كل جوم من لجوان والأداء اللي جمهير تفعلت معها جدا كتير من الأعضاء الوافد الرسمي للنادي الآلي اللي كانوا موجودين في المقصورة الأمامية يعني في الصف الثاني اللي تحت الكابتن الخطيب اللي كان موجود في المقصورة العلوية لكبار الضيوف إنفنتينو والمهندس هاني أبو ريدا وأكبار الضيوف كبار شخصيات الفيفا كابتن الخطيب لاحظ انه بعض الأعضاء الوافد الرسمي للنادي الآلي بيحتفلوا بفرحة شديدة جدا مع كل هدف فالراجل بسلوكه الرياضي وبحسه المسؤول شاف إن ده بيأذي مشاعر بعض الأشقاء من أنصار ومسؤولي ومؤيد الهلال اللي موجودين في المحيط بتاع المقصورة فاللوما جماعة نحتفل بهدوء بعد اذنكم دي الإشارة اللي الكابتن خطيب بشاورة نحتفل بهدوء وهدوء شوية بعد اذنكم احتراما لمشاعر الأشقاء السعوديين اللي موجودين في الإيريا ديت في المنطقة ديت وده كان الحياة كمة التصرف الرياضي والمسؤول أنا فرحان أنا سعيد جدا بفرقتي أنا مبسوط جدا من الأداء العالي الكرة اللي بتتلعب في أرض الملعب ردات الفعل اللي الناس كلها شايفة إنه ده فعلا فريق بيمثل الكرة الأفريقية ويستحق إنه يكون صاحب الأرقام القياسية في بطولة العالم ويضغط على ريال مدريد في الأكثر تتويجا على مستوى العالم كله شايف هذا الاستحقاق المهم جدا للنادي الأهلي لكن كابت الخطيب بقول لهم بهدوء بعد اذنكم باحترام للمنافس ما منفعش نجرح مشاعر الأشقاء حتى وإحنا فرحانين فكان بيطالبهم إنه الاحتفال يكون أكثر هدوءا شوية دي سبب هذه الإشارة لكابت الخطيب ترجمة نانسي قنقر